باين عليك محموم الزعلان يا إسلام خير إن شاء الله من وين بدو يجي الخير يا حسرتي خبرني شو ساير معاك والله زعلان ومحموم وكائب كتير بسبب أبي دكتور شو مريض لا سمح الله لا لا مات لا سمح الله هيك وهيك شو هيك وهيك يا أمه مات ويا أمه ما مات مات من زمان دكتور بس مو مو تتربو يعني نحن أصفنا عمره دكتور ولك شو عم تحكي تسببته بموت غير مقصود لأبوك لا دكتور لا نحن تقصدنا أنه يموت العمى بقلبك العمى كيف هيك هذا الحكي من زمان كتير دكتور وكل مرة بتذكر أبي بتقلم انت بتتقلم ولك انت خالي من كل المشاعر والأحاسيس والعواطف هي علينا بلشنا دكتور وليش تقصدته تقتله أبوك تعدى على الرسول بالكلام دكتور واللي بتعدى على الرسول بنعمله اللازم تقتل أبوك لأنه تعدى على الرسول بالكلام الله لا يقيمك فعلا انك مجنون رسمي شو نفكر الشغلة شوربة دكتور لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم يا أخي فهمنا الآية بتقول ما تحب أبوك ولا أخوك ولا أبنك إذا حادوا عن الرسول بس معقولة تقتلهم يا زلمي وأبوك انت بتعرف أصلا لشو نزلت الآية؟ لا ما بعرف نزلت بسبب أخونا عبدالله بن عبدالله بن أبي بن سلول إيه والنعم مين هذا بن سلول؟ يا سيدي ابن سلول واحد من صحابة النبي وكان بده يقتل أبوه ليش؟ لأنه مرة من المرات جاب لأبوه فضلة شراب النبي مشان يشربها فقام قال لي ابنه إيه بيشرب بول إمك ولا بيشرب فضلة شراب النبي تبعك إيه إيه القصة ما بنسها وغير هيك أخونا أبا قحافة ضرب أبوه كف رما على الأرض لأنه سب الرسول إيه العمى بقلبه في واحد بالدنيا بضرب أبوه كف مو بس هيك دكتور أبو قحافة قال للرسول والذي بعثك بالحق نبيا لو كان السيف مني قريبا لقتلته أنا باعتبرها سفالة وإجرام رأيه غير حكيم وغير مهم دكتور طبعا خذوا الحكمة من أفواه المجانين وما حكيتك كيف أخونا أبو عبيدة بن الجراح قتل أبوه في بدر لا هاي ما اسمعتها اجتيدة وما خبرتك عن أخونا عبيد بن عمير لما قتل أخوه في بدر لا ولا هاي كمان ولا عن سيدنا عمر بن الخطاب لما قتل خاله العاصم بن هشام لا ولا عن علي وحمزة لما قتلوا عدبة وشيبة والوليد أولاد أعمامهم لا لا وما حكيتك عن الصحابي الأعمى اللي قتل مرته أم أولاده بالخنجر لأنها سبت الرسول لا ما حكيتني وشو كانت ردت فعل الرسول والرسول أيت فعلته للأعمى وقال ألا شهدوا أن دمها هادرون يعني دمها ما ألو قيمة دكتور يبدو عندك تاريخ إجرامي عريق هاد تاريخ إيماني دكتور إيماني هيدول كلهم كانوا من الصحابة ايه والنعم وهيدول أمثلة بتغتدي فيهم ايه نعم وليش لا ولك يا ابني هيدول سبب مرضك إذا هي خليني على مرضي دكتور يلا بخاطرك ايه خاطرك معاك در بيسد ومايرد ترجمة نانسي قنقر